السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سوف نحاول ان تقاسم في هذا الفيديو مجموعة من النماذج الاسئلة الشفاهية التي تطرح في مسلك الادارة اذا من الاسئلة البادية التي تطرح هي لماذا تريد الولوج الى هذا المسلك لماذا اخترتي مثلا هذه المباراة؟ لماذا يتولي مثلا المدير ما هو النص القانوني المنظم لعمل المدير يعني الضهائر المذكيرات والتشريعات التي تنظم العمل للمدير ما هي نظرية تدبير الحديث نظرية تدبير بالنتائج نظرية تدبير بالاهداف ونظرية تدبير بالمشروع هل تعرفوا شيئا ما هي مهام الحريس العام مهام الحريس العام نبحث عنها في الانترنت سوف نلقى المهام ونلقى فيها التقارير اليومي وبزاف الأشغال التي يقوم بها الحريس العام ما هو مشروع المؤسسة مراحل سياغة مشروع المؤسسة ماذا تفضل إدارة الابتدائي والتناوي هنا سبب شخصية ما هي إجراء تدبير المواد الغذائية المتبقية من المطعام المدرسي ما هي المدارس الإيكولوجية ما هو تصرفك إذا أستاذ لا ينضبط أثناء لقاعات المجالس ويحاوي نسفها هنا السؤال لي ما عرفتوش قدر نتجاوز ونقول لي أدري ولا ما عرفتش أستاذ يريد أن يذهب إلى العمراء أثناء السنة الدراسية كيف ستتصرف معه هذه أسئلة جل وضعيات نعم أي سؤال هنا قدر نكتبه في الانترنت ولا في شيء مجموعة ونقدر نلقى الإجابة جالي والأولاب للإخوان يساعدوني في ذلك نعم هذه المدارس الإيكولوجية نكتب المدارس الإيكولوجية جل المستطلاحات والتعاريف جل المهام الحريس العام نكتبها هذه المهام الحريس العام وفيها التقرير اليوم جميع الأشغال يقوم بها المهام المجالس المجالس رعا عرفينهم طربوية تعليمية مجالس الأقسام حالة العنف بين جميع الأطراف كيف نتعامل بالعنف داخل المدرسة المدرسة الجماعية التعريف والدور الهيبات والأموال المحسنين كيف نتعامل معهم القسم يخرج التلاميذ كيف يتم ما نخرجهم التلاميذ كيف يتحدث يبقى في المؤسسة وقع حديثة مدراسية أشخاص الذين يدر تقريبون المدراسة ومع الموارد المالية للمؤسسة ومع الموارد المالية للمؤسسة ثم هنا نحن نجموعة من الوضعيات ثم نطالع اليوم ونحاول نبحث نسأل الإخوان نسأل المديرين على الحل تعادل الوضعيات ونحاول نقلب على ناماتج أخرى للوضعيات ونرى الأجوبات قطع أشجر داخل محيط المؤسسة كيف تتعامل معه ما هي إكراهات الإدارة التربوية ما هو التدبير بالنتائج والرفق والفرق بينه وبين التدبير بالأهداف ما هي الإضافة التي تقدمها يعني الإجازة أو التخصص في التدبير المدراسة أدوار الحاليس العام كيف يستفيد المدير من تقارير الحاليس العام بالنسبة للإعداد والتناويل المنهاج المنقاح كيف ينجز المدير خطات العمل التعريف المذكرة والمراسلة والفرق بينهما برنامج جيني يعني مجموعة من المصطلحات في هذا الميدان هذا مكونات ميزانية المؤسسة وهنا لدينا بعض الوضعيات مثلا بعض الطبيقات في الورد بفتح ملف تغيير الحجم واللون ثم حافظ الملف يعني خاص الإنسان يكون لديه إلمام بالمعلوميات يقدر تطرع عليه سؤال في الإعلام المعلوميات الورد، البروير بوينت، الإكسل ما صار، ما سير يعني الأدوار وما هو الهدف ديالهم كيف يساعدون المدير توزيع الأقسام كيف يتم توزيع الأقسام إخرج جلامة من القسم تمكين المرتفقين من شواهد المغادرة استغلال فضاء المؤسسة استقبال بعض الهيبات شجار بيناء أستاذية كيف تتعامل معه التحرش كيف تتعامل معه التسمم ثم أسئلة حول مهام المدير المساعد كيف تتصرف مع المشاكل مع الأساتيدة وضعيات أسئلة حول البحث الجامعي قدر تطرع عليك سؤال حلال البحث الجامعي كيف أجدرسيه وشنوما المعيقات الإعلاميات عارفة المواد الرقمية الصبور التفاعلية السيناريوهات البداغوجية مناقشة أخطاء معلوماتية في الرسالة التحفيزية نسية للهمزة علامات الترقيم وبالنسبة للمواد الرقمية تختلف من الجنة للجنة وأنتم نتمنى التوفيق إن شاء الله وأنكم تشاركوا معنا في القناة وتشاركوا وتشاركوا والله ولي التوفيق وشكرا جزيلا وشكرا جزيلا